نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء اعتزام الحكومة رفع أسعار السلع التامونية خلال الشهر الجاري وأكد المركز أنه لم يتم إصدار أي تقرارات بهذا الشأن مشددا على أن أسعار السلع التامونية بكافة المنافذ التامونية والمجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعية ثابتة كما هي دون أن يطرأ عليها أي تغيير وذلك مع توفر مخزون استراتيجي منها يكفي لعدة أشهر قادمة وأشار المركز إلى شن حملات رقبية دورية على كافة المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التامونية وكذلك الأسواق بمختلف المحافظات لضبط المخالفات ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلعب بالأسعار